ناقش قادة مجموعة السبع في اليوم الثاني على قمتهم سياسات الإكراه الاقتصادي وأعلنوا معارضتهم للمحاولات الأحدية لتغيير الوضع القائم بالقوة في إشارة ضمنية إلى الصين التي لطالما اتهمتها دول المجموعة باستخدام القوى الاقتصادية للضغط على الدول النامية من أجل تحقيق مصالحها وعارضت المجموعة صراحة ما اسمتها أنشطة العسكر الصينية في دول آسيا والمحيط الهادئ وانضم الرئيس الأوكراني فوراديمير زيلنسكي إلى قادة مجموعة الدول السبع المجتمعين في مدينة هيروشيما اليابانية حيث يعقدون قمتهم التي تخيم عليها الحرب على أوكرانيا وصل زيلنسكي على متن طائرة تابعة للحكومة الفرنسية آتيا من مدينة جدة في السعودية حيث حضر مؤتمر القمة العربية الـ 32 ومع وصول الرئيس الأوكراني صدر البيان الختمي للقمة التي تنتهي أعمالها رسميا الأحد وجاء في مقدمته أن زعماء مجموعة السبع يتخذون خطوات ملموسة من أجل دعم أوكرانيا قادة الدول السبع أكدوا أنهم سيعملون على تعزيز جهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وصولا إلى غية أهدافهم في أن يكون العالم خاليا من الأسلحة النووية ومن المقرر أن يقض زيلنسكي في هيروشيما الأحد اجتماعات ثنائية مع نظريه الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانيان ماكهون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وسط أجواء أمريكية مرحبة بتزويد كياف مقاتلة F-16 أمريكية الصنع بعد تردد طويل وهي خطوة وصفها زيلنسكي بالتاريخية